اهلا بحضراتكم مرة تانية في المحترف فتبدأ فقرتنا التانية زي ما اتكلمت مع حضراتكم في احنا خلاص بدأنا الفترة اللي فاتت كل الناس كل السوشيال ميديا كل النقاط كل الناس بتتكلم على تطوير القرى المصرية والناس عندها يعني امال كثيرة جدا في المستقبل نحن نعمل حاجة كويسة يمكن تطوير القرى المصرية دايما كان بيتبني من خلال المنتخب الاول والاهتمام بالمنتخب الاول ولكن يعني طبعا خلال السنين اللي فاتوا يعني كل الناس اكتشفت او يعني يعني عارفين من بعد شوية ان المنتخب الاول هو يعني حصيلة الشغل الكثير جدا جدا من التخطيط العلمي لقرة القدم على مستوى العالم كله نهاردة في المحترف هناخد اول مشكلة بنتكلم على ما بين قصين قطعات الناشئين كيف تدار قطعات الناشئين طبعا بتتسمى هناك في اوروبا بالاكاديمي وانا يعني لغاية الوقت مش عارف ليه احنا لسه متمسكين بكلمة قطعات الناشئين يعني اعتقد كلمة الاكاديمي دي كلمة افضل كثيرا جدا جدا انا ما اتكلمش على الاكاديميات الخاصة بنتكلم على مستوى الاندية الاكاديمي او المدرسة او قطعات الناشئين كيف تدار الامور في اوروبا دايما هقول لكم بعض المشاكل لان كمان عصر تدوت من خلال تواجدي في بعض الاندية من الدوري المصري خلينا نتكلم انه ايه الهدف الاول من قطعات الناشئين الاهدف مختلفة بشكل كبير جدا جدا هل قطعات الناشئين لمجرد انك بتلعب مسابقات وتكسب بطولات هل قطعات الناشئين انك بتفرز لعيب على مستوى عالي للفريء الاول ولو بتعمل كده بتفرز كامل عيب هل قطعات الناشئين كمان هي مصنع لصناعة المدربين هل قطعات الناشئين في مصر بتدار انك انت كمان بتعمل كادر تدريبي بتأهله بشكل جيد جدا بيتدرج من قطعات البراعم ناشئين شباب ويبدأ يكون نموذج او يكون مدرب كويس للفريء الاول يعني خلينا نتكلم عندنا مشاكل كتيرة جدا الميزانيات قطعات الناشئين في مصر قد ايه طب انت بترصد قد ايه من ميزانيتك علشان تصنع نجم وتصنع اللاعب واثنين وثلاثة قادر على المستوى المحلي والدولي انه يكون ينافس في البطولات الكثيرة اللي بتكلم على الاندية الكبيرة كمان على المستوى الدولي يكون لعيب دول طب انت بتصرف قد ايه طيب كمان العائد من دوة هل في عائد من الاكاديميات دي اه اكيد في عائد لو انت بتشتغل بشكل جيد وبشكل سليم انت اه بتحط ميزانية وميزانية لازم تكون ميزانية محترمة واشتغلت بشكل علمي اكيد هتسوق لعيبك كتير جدا جدا لما يطلع لك لعيب على مستوى دولي كل سنة او كل سنتين ويبدأ اللعيب دوت يتسوق بشكل كويس او يطلع يحترف بره اكيد انت كمان بيخش لك عائد كبير جدا جدا وفي عندنا امثلة كتير جدا على مستوى اوروبا فالموضوع الموضوع مهم جدا ارجو من حضراتكم ان انتوا تخلوكوا معايا وتركزوا معايا وعشان هنبدأ بخمس اكاديميات على خمس مدارس مختلفة نتكلم اول حاجة على المدرسة الهولندية من خلال نادي ايكس نادي ايكس الهولندي طبعا كلنا عارفين نادي ايكس من الاندية الكبيرة على مستوى اوروبا وخاصة على مستوى الاكاديميات نتكلم دلوقتي ايكس وخلينا اقول لحضراتكم ان كرايف طبعا كان بيكلم على الجزئية ديت وبيقول لك احنا we need both quality and result يعني احنا بنحتاج الquality وبنحتاج النتائج بيقول لك result without quality is boring يعني لو انت عندك نتائج منكنش متمتع وما عندكش الquality بتاع اللعيبة ده شيء ممل جدا وبيقول للquality without result is mindless يعني كمان انك لو عندك الquality والquality دوت ما بيحقق النتائج المطلوبة فده لا معنى له فدلوقتي خلينا كمان نقول الاستراتيجي وهدف الايكس واكاديمية ايكس من اكاديميتها هو to have three players make it to the first team every two season يعني الهدف الرئيسي لأيكس احنا بنتكلم كرايف الأول قال لك انت دايما محتاج النتيجة ومحتاج الquality عايز تلعب كويس وعايز تكسب وعايز تأدي بشكل كويس والنتيجة من غير الquality هي حاجة مملة والquality من غير النتيجة ما لهاش معنا وبالتالي أيكس قال لك احنا هنشتغل على ثلاث لعيبة كل سنتين يطلع ثلاث لعيبة للفريق الأول طيب ده الاستراتيجي بتاع اكاديمية ايكس وانا عامل بس عايز اقول لحضراتكم عامل highlights كده على بعض النقاط اول نقطة عامل عليها highlights بتتكلم على number of scouts يعني ده الكشافين عدد الكشافين في ايكس في اكاديمية ايكس بيصل الى خمسين كشاف في هولندا بس خمسين كشاف في هولندا بس وخمسة بيشتغلوا حول العالم كله ارجع بس الكاميرا ليه لاني ده مهم جدا جدا موضوع للscouting دوت انا بتكلم على ايكس عنده خمسين واحد خمسين واحد انت بتكلمش ايكس ده نادي كبير جدا جدا ويوم ما يقولك انا عايز اعمل اختبارات هتلاقي فيه ناس كتيرة جدا لكن مش هو ده الهدف هو عنده scouting scouting عندنا في مصر حاجة مفتقدة هل في scouting داخل الاندية داخل الاندية بشكل مباشر يعني ايكس اكاديمية ايكس عنده خمسين واحد بيشتغل scouting بيلف حولين هولندا هولندا خلي بالكم مش كبيرة فدوت كمان مهم جدا وعندك خمسة scouting في ايكس بيدوروا على التالنت في العالم كله يعني هو ما يقفلش نفسه على دايرة الهولندا لا ده فاتح كمان على العالم كله خاصة عند البرازيل يروح افريقيا يبقى عنده خمسة ستة عندهم عيون كاشفة للمواهب في سن صغيرة ويبدأ ينضم لي اكاديمية ايكس فده نقطة مهمة جدا جدا في مشروع ايكس او اكاديمية ايكس بنتكلم ان كرويف قال الquality انت عايز quality والنتيجة والنتيجة من غير quality بتبقى مملة وانك ما فيش نتائج وعندك quality النتيجة بتبقى صفرة في المعادلة المعادلة الصعبة اللي بيحقق ايكس نرجع تاني بس للجدول سريعا او للstrategy بتاعة ايكس الصورة الاولانية ولسه حتى دلوقتي كمان يعني طبعا منصف زميل في الاعداد بيقول عندهم ارقام كبيرة جدا جدا 283 مليون يورو من بيع لعبين من اكاديمية ايكس يعني ده في اخر سبع سنين تخيل الارقام الكبيرة جدا 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 من الارقام اللي بتخش اكاديمية ايكس نتيجة بيع اللاعبين الجزء التاني اللي عايز اقوله لحضراتكم موضوع الترينينج كل حاجة يعني ليها الستراتيجي بتاعها اولا هم حطين اربعة ثلاثة ثلاثة ده في كل الفرق الاكاديمية كلها بتشتغل اربعة ثلاثة ثلاثة لكن انا هتكلم على جزء مهم جدا الجزء الهاي لايتس اللي تحت بيقولك start of the tactical work من 12 سنة يعني انت المدرب بتاع ايكس ما يحاولش يدي جمل تاكتيكية للفرق اللي تحت 12 سنة يعني 8 سنين ما ينفعش ان انا اقول للولد اربعة اتنين ثلاثة واحد او البوزيشن او او الكلام ده غلط تماما هو بيبدأوا الجزئية دي او هو دي الاستراتيجية بتاعتهم انه بيبدأوا الجزء التكتيكي من سن 12 سنة وحطين اربعة ثلاثة ثلاثة كل الفرق بتلعب بهذا نظام اربعة ثلاثة ثلاثة الجزء اللي عايز اقول لحضراتكم كمان عليه انه الميزانية السنوية لأيكس بترصد حوالي 6 مليون يورو سنويا لهذه الاكاديمية ولكن الرقم اللي بقوله الناس بقولك ده رقم كبير ولكن انا بقول لحضراتكم لسه بقولكم ان المكاسب خلال السنوات الماضية مكاسب كبيرة جدا جدا على مستوى الاكاديميات في اوروبا نروح للصورة اللي بعدينها الصورة اللي بعدينها الجزء الاخضر قدام حضراتكم دوت الكي فاكت دي ده مفتاح الحقيقة مفتاح الحقيقة اللي بيقولك هم ازاي احنا يا تارى شغالين صح او شغالين غلط ايه الحقيقة من خلال هذه الاكاديمية بيقولك حوالي 220 لعيب من الاكاديمي دول موجودين التوتال اللعيبة 220 لعيب بيقولك على الاقل في 30% من اللعيبة دي موجودين في الدوري الهولندي 30% من اللعيبة دي موجودين في الدوري الهولندي يعني هم تقريبا عندهم 220 واحد في الاكاديمية لكن لما بيوصل لمرحلة الفريق الاول لا ده بيوصل لحوالي انك تبص تلاقي في الدوري الهولندي حوالي 30% من اللعبين هم خريجي اكاديمية ايكس نتكلم تاني على ان الميزانية السنوية بتساوي 6 مليون ييرو وبيقولك الجزء الاخير ان النجاح الحقيقي لأكاديمية ايكس هو مقياس كم عدد اللاعبين القادرين للعب في الفريق الاول مهم جدا دي النقطة الاخيرة بيقولك الحقيقة او الحقيقة الواضحة في النجاح بتتمثل في عدد اللاعبين اللي بيلعبوا في الفريق الاول لفريق ايكس من خلال هذه الاكاديمية يبقى زي ما بقول لحضراتكم مهم جدا الجزئية دي مهم جدا الاجزاء اللي كلمت مع حضراتكم فيها ان ازاي الناس دي بتشتغل اولا كل الفرق بتشتغل 4-3-3 بتكلم على ايكس في فترة من الفترات ممكن يكون غيروا دلوقتي 4-3-3 عند 12 سنة ما ينفعش المدرب اللي هو الولاد اللي تحت 12 سنة انه يشتغل معاهم التاكتك تاكتك لسه لسه الجزء دوت من سن 8 سنين لسن 12 سنة او 11 سنة يبقى اساسيات كورت القدم جاست فور فاند بتلعب للمتعة بيجدله اساسيات الباصنج الوقفة ازاي الاستلام ازاي التسلم ازاي ويبدأ معاه في الفترات اللي بعد كده يخش على الحمل البدني الاعلى شوية والحمل التاكتك بيبدأ من سن 12 سنة يعني احنا كمان يعني لازم نتعلم من التجارب دي زي ما بقول لحضراتكم ان اي مئياس النجاح بتقيسه النجاح ده ازاي بيقول لك نجحنا بنقيسه في ايكس ان 30% من الخريجي اكاديمية ايكس بيلعبه في الدوري الهولندي دي جزئية لكن النجاح الحقيقي بتاعنا بنقيسه بكام عدد اللعيبة اللي لعبت فيه الفريق الاول لفريق ايكس خلال السنوات اللي فاتت زي ما بقول لحضراتكم التارجد بتاعهم 3 لعيبة كل سنتين يطلعوا 3 لعيبة كل سنتين ده بالنسبة لهم نجاح كبير جدا جدا